تمام. يبقى الابروتش بتاعي هسأل نفسي ده ولا 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 والعيان ولا في حاجة بقى ما نساهاش خالص? وهي ال ما نساهاش من ساعة احنا بننسى بنقعد ندور بقى ونعمل تحاليل واني بنعمل حاجات كتير للعيان وفي الاخر بننسى ان المشكلة كانت وبعد اصرار وبحث مع الاهل بنعرف انها ساحطها بس كده عشان ما نساهاش. طيب. يبقى يسبب بليدنج يسبب بليت للدفاكت يسبب نتيجة اللي تعرفوه. عندي الهنوخش الموين بيربرا. انا في الاكتويد بيربرا ده عيان جاي. ببيربرا كده بلبة والبيربرا موجودة على الدورس بتاعة اللوور لمس والباتوكس ممكن تيجي بس في الابر لمس يعني مش اكسكلوجن نها تيجي بس في اللوور لمس. ممكن يكون عنده هيماتوريا. ممكن يكون عنده ابدامنا البين. ممكن يكون عنده ارترايتس. وتلاقي السي بسي البليتلت كامت نورمال لان المشكلة في الفيسل والمش في البليتلت. الحاجات التانية المينجي كوكسينيا والسابسز عين بينزف نتيجة كده. النيوتريشنال ديفيشنسي فيتام سي سكيرفي. وحاجات تانية بقى الميسيلينيس العينين اللي عندهم كولاجين ديفاكت زي الاهلرز دانلوس والبوليارترايتس نودوزا والهيموراجك تلانجكتيزيا كلها بتنزف نتيجة في عدم موجود ديفاكت. طيب. يا اما المشكلة في عدد الصفايح يبقى ده يعني او المشكلة في وظيفة الصفايح هنعرف دلوقتي اه. ايه الامسيل احنا مش هنصل في كل مرض بالتفصيل هنعرف بس اللي ايه يعمل لو بليتليت كاونت. يا اما انكريز ديستركشن. يا اما فيلير اوف برودكشن. الانكريز ديستركشن اشهر سبب واشهر مرض عارفين والايت بي. او الايفانز اللي هو ايت بي مع اوتومين همولاتيك انايمي. او التيمي ايه ثرومبوتيك مايكرو انجوباسي زي الاتشو اس والايه والتيتي بي. او ادوية تعمل كده. او عيان بياخد هابرين. تمام? ايه اللي يقلل انتاج البليتليتز. ايه ميجا كاريوستيك ثرومبو سايتو بينيا? يعني بون مارو ديفكت بيخليها مش عارفة تطلع البليتليتز. ثرومبو سايتو بينيا ابسنت ريديس. سندروم بيبقى العيان عنده ابسنت ريدياي على الناحيتين. فتلاقي الهانز مسكة في في الهيوميرس على طول وما فيش ريديس. وفي قلنا كده. وثرومبو سايتو بينيا. او اكس ترومبو سايتو بينيا. في الولاد. ايه اللي يعمل مشاكل في وظيفة الصفاحة الدموية? ممكن المشاكل تكون اهرتد وممكن تكون اكوارد. طيب البليتليس ايه وظائفها? في حاجة اسمها ريسيبتوس. يعني البليتليس اول ما بيحصل انجري للبلوت فسل. بيحصل اكسبوجر للكولوجين. وييجي بعد كده الفونت في البراند. الفونت في البراند يجمع البليتليس تلزق عليه. اللي هي فونت في البراند بليتليت انتر اكشن. وبعد كده بليتليس تجمع بقية البليتليس اصحابها. تيجي تقفل فيتكون البليتليت البلاج البسيطة دي. وبعد كده يحصل يعني لكل الكواجليشن كاسكيد. وتبدأ تقفل الجرح ده. تقفله تماما. فاي خلل في الوظائف بتاعتها في اي مرحلة. هتعمل لبليدينج. توجود نورمال كاونت. بس النورمال كاونت دي مش حاجة ابسولوت. هقول لكم ليه? يبقى ريسبتور دفكت. اديجان دفكت. ايجريجيشن دفكت سكريشن دفكت. او إقوار لنتيجة ادوية يعني عنده رينال فعندو بليتليد ديسبونشن او بياخد ادوية زي الاسبرين. تعمله بليتلي ديسبونشن. طيب. الكوانت آن عندي مشكلة في النمبر. لكن الكوانت آن مشكلة في الفان شن. ولكن في امراض زي البيرنال سولييا مثلا. ساعة الكاونت بتاع البليتلس بيبقى مية مية وعشرين تمانين تسعين ليه هي البليتلس حجمها كبير قوي فلما بتدخل الكولتر بتاع السي بي سي بتتعدى على انها اليمفوسايس ما بيحسبوهاش عشان هي كبيرة فعشان كده بدي يطلع لي الكاونت قليل بتيكي تعمل ديريك بليتلس كاونت أو بلوتفل يلاقي الصفاح يقولك لارج بليتلس أو هيوج بليتلس عشان كده ممكن يطلع لي الكاونت قليل فده لازم يحط في الماغ ان ممكن يبقى فيه شوية ثرمبوسايتوبيني وبعض العينين عندهم ثرمبوسايتوبيني بس مش ده الاساس طيب ممكن يكون او نتيجة طيب انا هتكلم دلوقتي طيب مونيكا لا هي مالهاش علاقة بال لأ خالص احنا عاديين بندردش مع بعض بس طيب قبل ما ابدأ بقى في في حد عايز يسأل هاي سؤال في حد عنده اي حاجة او في اي مشكلة في الجزء اللي انا قلته اكمل عادي في اي مشاكل قولولي طب اكمل واكملش تمام اوكي لو عايزين تتكلموا عادي انا عاملة انتو تقدروا تعملوا انهيوت فلو نكمل اوكي لازم يبدأ ازاي يبدأ ب زي ما احنا عارفين احنا ساعة بنوصل للتشخيص اصلا من والا بيكمل لي صورة ساعة بعملها كده اللي هو تكملة ما عملش ابدا بقى ان انا بص على تحليل عيان وغير ما بص عليه ولا اسأل الاهل ولا اعرف مينفعش ابدا مينفعش ابدا انا بقاعدة في الطوارئ او في الاستقبال ويجي لي مريض بوارئة سي بي سي كده ويدهاني وانا اقول رأيي بناء على تحليل سي بي سي لا خالص انا لما حد بيقول لي سي بي سي بي سي دي في ايه بقوله معرفش والعيان عنده ايه اصلا بيشتكي من ايه عشان اقدر انتربريت اللابس احنا في الدم انا عارفة انه اللابس دي حاجة مهمة في تشخيص الامراض هي احنا شغلينا معتمد على الانتربريتاشن ولكن الانتربريتاشن من غير العيان لا يعني اي شي فانا لازم همشي بالزبط كده ايه بقى الحاجات المهمة في الهيستري بتاع العيان اللي بينزف همشي فيها زي كاني باخد شيء عشان ما نساش في الهيستري المهم ايه مهم سنه ليه مهم سنه عشان حاجات الكونجينة او الانهيرتد اللي بدأ بادري هتيجي في الاطفال الصغيرين مهم السكس بتاعه ليه عشان الحاجات الاكسلينك ولو انها مش برضو مش لازم في الولاد بس يعني في حاجات رير كده بتحصل في البنات بس برضو السكس مهم لانها هتديني فكرة عن الحاجات الاكسلينك الديس اوضر هدخل على البرزينت هستري اللي همني فيه همني فيه السيمتونس بتاعت العيان البليدنج سيمتونس دي مكانها كميتها السيفيريتي بتاعتها اضطر ياخد ترانسفيوجن ديها ولا لأ خلته يروح المستشفى ولا لأ ومهمة كمان وانا باخد هستري هولها طب العين ده هل لما عمل نزف ده تحط فيه هل عمره خد وعملت مشكلة طب خد تطعيمات وورمت وقعدت ثلاثة اسابيع شهر عشان عملة هيمتومة تجير وخدت وقت عبال ما تصرف الهيمتومة دي ولا لأ لو كل الاجابات كانت لأ 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 فغالبا انا مش حاجة بدري ممكن تكون حاجة حصلت اكواير دي الباست هستري بتاعه بياخد ادوية عنده اي ميديكال كونديشن زي اللي قلناها الليفر والكيدني ديزيز ميديكيشن زي ايه زي الاي نار الماريفان مثلا اللي بيعلي الاي نار الولد بيبي صغير بيلعب في العلاج بتاع جده ولا حاجة او مواخد راس ماريفان فجاله بليدنج وعادي جاله ابستكسز عنيف او جاله مقطه ممكن يجيله سيفير بليدنج يعني انترنال بليدنج وتيجي تعملي التحيير تلاقي الاي نار خمسة لو احنا بقى ما بنسألش في الهيستري هنقول ايه ده اي نار خمسة والبي تي تي نورمل احنا فاكتور سيفن لا مش عارف ايه طب انا ممكن اعرف بسهولة جدا ان العين ده واخد ماريفان فهو اللي عمله كده وهريفيرس الاكشن بالايه بالكونكيون ولو ما حصلش كومبليت ريفيرشن وعندي سيفير بليدنج طبعا هدي بلازمة فالهيستري مهم الفاملي هستري مهم ليه عشان بقيت الاخوات افكتب ولكم مثال عين تسع شهور جايلي اللي استيبال بهيم ارثروزيس مثلا وتقول ده هو كان بيحبي كده فحصل له البليدنج دي عملت طالع البي تي تي برولونج فانا قلت ده هي مفيلة ايه او بي ما فيش حاجة هتقول لي غير لما عمل فاكتور ازاي هسألها هتقول لي ده اخوك كبير عند 4 سنين وبياخد فاكتور ايه عندكو كل ايه مرتين في الاسبوع فانا عرفت ان العين ده هي مفيلة ايه نسمي التسعة وتسعين وتسعة من عشر مش هيبقى هو اخوة تمانية والتاني تسع يعني فانا سهلت على نفسي بدل ما عود بقى ايه ادي له بلازمة خلاص ادي له كرايو ادي له فاكتور فاقدر اسيف العين كمان ممكن يكون الانكلز بتوع البيبي دول افكتد والام كارير فدي حاجة هتخليني امشي شوية ان الحاجة لها جينيتك باكجراون بس نقطة مهمة وانا باخد الفاميلي هستري لو قالوا لي لا ده مفيش حد افكتد بلاش اقول انها مش او بلاش اقول انها مش مفيلة يا مسل ليه لان فيه بنسبة تلاتة وتلاتين في المية مفيش فاميلي هستري نقطة التانية ان بعض افهمهم بقى انه مرض وراسي واصل انتي كارير فبقوم اي لغزب عنه للام وخصوص انه احنا صغيرين انتي كارير فانتي السبب او هو اخدها منك او كده وده بيعمل مشكلة في البيت يعني فبلاش نقولك كلمة دي بلاش نقول خالص ان انتي السبب اخر حاجة اللي هي اكتلنا عنها الفاكسينيشنز ازا هل حصل بينها كومبليكيشنز ولا لأ فدي النقطة المهمة في الهيستري طيب ايه مهمة في الاجزامينيشن احنا شفنا سألنا في الهيستري على مكان البليدين كان منين والسيفيريتي بتاعته بالاجزامينيشن برضو هقدر اشوف بقى السايتوف بليدين كانت ايه في بليدين سابكوتينيوس بلاشينيشن احنا عندنا حاجات نقطة صغانطوطة نقطة نقطة داي متر ما يتعداش الملي في حتة اكبر شوية بيربرا بيربر اكسبوتس كده وفي ايكموزس او بروزس او حاجات لو لقيت بيتيكي او بيربرا لو لقيت بيتيكي او بيربرا اللي بقى لازم تكون فيه مشكلة في البلايتلتس أو في الفيس الوول بس لو لقيت حاجات تانية دي تحتمل كل الاحتمالات فوجود البتيكي والبيربرا دي مشهورة قوي مع البلايتلت والفيس الوول لو تفتكروا التست اللي كان بيتعمل في احنا نقيس الضغط كده ونرفع الكاف يعني جامد على الارد وبعدين نسيبها ساعة يحصل نقاط نقاط حمراء كده دي من كتر الايه بتاعت البلايتلت فاتفقنا البتيكي والبيربرا ده بلايتلت وفيس الوول لا يمكن تحصل مع الكواجوليشن ليه هي منطقية احنا اتفقنا لما الواحد بيجرح اول حاجة تيجي تقفل الجرح تعمل وبعد كده فالبرايميريوم ميكانيزمه كله هو اللي سديني الحتة الاولى الكواجوليشن ده في الاخر طيب مشهورة ده الهيم ارثروز دي هي الهول مارك اصلا في تشخيص الهيمو فيلي طيب مسل بليد بتحصل برضو في الهيمو فيلي اي بليد زي ايه زي سابكنجنطايفل او ممكن تؤدي الى ريتنا الديتتشمت سين ناس بليدين وده very serious بليدين ايه زي بالتكليم معانا هايبقى ليه حاجات كده مميزة ده اول حاجة مميزة في انه يحصل بليدينج من ده ونجي يعطيه بليدنج هيماتامسيز ميلينا او آآ هيماتوريا رينال بليدنج. طيب. ايه بقى? احنا قلنا كل ده نيجي للسيفيريتي. السيفيريتي عرفها ازاي بالاجزامنيشن. الهيستري الام عارفت انها قلت لي ده نزف كتير قوي جايبه لي مناديل مليانة دم او ده عمل. فالسيفيريتي هتبني قدامي ازاي? هتبني ان الولد بقى ابيل. عنده هيموغرب بينزف قدامي بشدة بلاد بلوتس كل دي حاجات تقولي انه فيه سيفير بليدن. الجنرال بتاعه مهمة في الاجزامنيشن ليه? عشان افرق الحاجات اللي ممكن تحصل في هيلثي تشارلد عن الحاجات اللي بتحصل في سيك تشارلد. لا يطلع الولد ده لوكيميا وانا فاكره اي تي بي. والاسوشيتد فايندينجز ما نساش ابص عليها. ابص على سي بي سي والكواجيليشن وانسى احط ايدي على عيان. تمام? ما ينفعش يطلع عنده هبات وما يطلع عنده وتطلع مشكلة تانية وانا اكون غلط ان انا ايه? عملت يعني مشيت في سكة تانية. طيب. اللي هتعمل في عين بينزف? اكيد اللي هنعمل 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 ده كده كي حاجات بقى دي تانية بتتعمل. سي بي سي هبص فيها على ايه? السي بي سي. اكيد مش هتقولولي هبص على البلايتلت. انا هبص على السي بي سي كاملة. انا بقول لكم سؤال تريكي. عشان تقولي انا بص على البلايتلت عشان احنا في درس البليدك. لا انا هنبص على السي بي سي كلها. هنبص على الهيموجلوبين. هنبص على الوايت بلاد سيز اللي هتطلع بان سايتوبينيا او باي سايتوبينيا او يطلع انامك او هيحتاج دم. هبص عليها كلها. بلايتلت كون تقلي من مئة الف. خطوة تانية انا عايز اتأكد انها ترو سايتوبينيا. فلازم عامل بلاد فيلم. انا هتأكد انها مش سودو. الحاجة التانية في البلاد فيلم. شكل الصفايح تا ايه? المورفولوجي بتاعها. الصايز بتاعها مهم. لان ممكن يساهل علي ان انا اشخص قبل ما اطكل في حاجات او ادفانست اكتر. مسلا ان الجاينت بلايتلتز مشهور بيها البرنارد سوليه والمي هيجلين واسباب كتيرة من الانهارت ترومباسينيا. الفيري سمول تايني بلايتلتز مشهور بيها مسلا الاميون ديفيشنسي ديس اوردر اللي اسموه فيسكوت الدرش. تمام? بتبارك بلايتلت كونت قولتا ان ليه بنعمله? طيب. قولنا هنعمل بي تي والبي تي تي الاتنين. في بعد كده بقى حاجات تانية زي في فاكتور اسيز وفي فاكتور ثرتين. دي حاجات اللي هي ساكند ستيب انفستيجيشنز. الاساسي سي بي سي وكواجيوليشن. طيب. خلينا نقول كده معاني بعض الحاجات. يعني لو طلعلي بي تي تي برو لانجد. هفكر في ايه? هفكر في الحاجات بتاعة الانترانسيك تاتوي. لهم فاكتور تمانية وتسعة و احداشر و اتناشر. دولي الانترانسيك? اشهرهم طبعا تمانية وتسعة. حداشر. very rare. اتناشر. ما بيعمليش بليدينج اصل. يعني احنا بيتشخص كده. باي لاك عين كان راح يعمل تحليل لاي سبب. فاليا عنده برو لانجد بي تي تي. جي يعمل فاكتور اسيي طلع اتناشر وهو اصلا مش مع سمتوماتي. او عين بياخد هيبرن. ما نساش بقى الهايبرن. هبذرن ده بيفتخدم كتير فعينين البوست اوبرت دهارد سيرجريز. وما اصلا بيتابعوا الهايبرن بالبتتي. فالبتتي تي سبب من اسباب البرولونجد. طيب. pt prolongation هيحصل مع ايه? هيحصل مع فكتور سبن اللي هو الاكسرنسك تاثوي او المريفان الواحدة اللي بياخد مريفان او اولي فيتامين كي. هو فيتامين كي ده اللي هما مين. اثنين وسبعة وتسعة وعشرة. اثنين وسبعة وتسعة وعشرة. سبعة اكترانسيك. وتسعة انترانسيك. واحد وعشرة دول كومن. تمام? فالمفروض ان فاكتور اه اه يعملي في البي تي والبي تي تي مع بعض. ولكن ممكن يحصل لي بي تي بس في الاول وبعد كده يبقى بي تي تي. الارلي ليفر ديزيز هتعملي بي تي في الاول وبعدين تعمل اه كومبايند. طيب لقيت الاتنين بقى بي تي وبي تي تي برولاند. هفكر في الحاجات بتاعة واحد وعمدة premium وخمسة وعشرة او في زي ما اتفقنا. لقيت بقى ترومبين برولاند. انا امتا بعمل تي 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 ترومبين طايم? لما لاي البي تي والبي تي تي برولاند هعمل التي تي. مشهور جدا جدا بيبقى برولاند في الهايبو والا في برينوجينينية. تمام? طيب? لقيت البي تي والبي تي والتي تي برولاند. أفكر في A-fibrinogenemia disfibrinogenemia وكمان DIC يعني P-T و P-T و T-T prolonged differential بتاعي إن العين في DIC أو العين عنده A أو disfibrinogenemia طيب لو لقيت بقى P-T prolonged وال P-T-T prolonged بس T-T normal يعني عندي combined بس P-T و P-T-T أفكر في فيتامين كي زي ما انتفقنا أو الحاجات طيب لو أنا عملت C-B-C للعين لقيته completely normal عملت له coagulation profile طلع P-T وال P-T-T normal وبالتالي مش هعمل T-T كله normal هعمل إيه؟ هعمل هفكر في فون في البراند هعمل فون في البراند طب طلع فون في البراند normal هفكر في دي ليها تست بتتعمل طلعت normal يبقى لو كل التست بتاعة البليدنج كلها طبيعية هكون سيدر فاكتور ثرتين وده يعني بس إيه يعني بيجي كده في الإخلاء ما شفتش ما شفتش ذرحالة واحدة في حياتي فاكتور ثرتين دفق شاسي تمام؟ وليه بقى فاكتور ثرتين كل التست بتطلع normal احنا لو رجعنا هقول لكم فاكتور ثرتين ده فين؟ هرجع كده بسرعة للصورة في حاجة اسمها فاكتور بتعارف هيبقى موجود هنا ولا لا؟ اهو ده فاكتور ثرتين بصوا بقى فاكتور ثرتين اشتغل فين؟ اشتغل بعد ما كل حاجة خلصت يعني احنا قلنا الانترانسك كله بيتعبر عليه بالبي تي تي والانترانسك سوري بالبي تي تي والاكسترانسك بالبي تي وبعدين الكومان باثوي ده كله عشرة وخمسة واثنين وواحد اهو لحد هنا كان كل ده ممكن اي دفاكت فيه هيعمل لي مشكلة بالبي تي والبي تي تي اجي بقى الحاجة اسمها فاكتور ثرتين هدفه الاخير انه يعمل يحول من unstable إلى stable فاكتور ثرتين بس فهو كان كل البرامتر الساعة البليدينج اللي انا بتاست اصلا نورمل هو بس بيحوله من unstable cloth إلى stable cloth عن طريق cross-linked fibrin اللي بيكونه حتى فاكتور ثرتين ليه اسمي تاني اسمه ايه اسمه fibrin stabilizing factor عشان كده فاكتور ثرتين ما بيعمل ليش مشكلة في الكواجيليشن خاص ودي النقطة التانية المهمة فاكتور ثرتين انه ممكن انه هو لازم هيكون كل التاست بتاعتي نورملي بأول حاجة تعلمناها فاكتور ثرتين انه بيعمل ايه بليدينج بر اير مشهور بيها حاجة التانية ان كل التاست بتاعت البليدينج كلها نورملي طيب هو بيتشخص بحاجة اسمها cloth license test ودي لها limitations كتيرة لانها مش اكيرت مش كتير ناس بيعرفوا يعملوها severe cases بس اللي هتبقى مزبوطة يعني طيب انا دلوقتي خلاص عرفت ان انا عندي pt و ptt prolong والtt prolong فبفكر في فممكن اعمل fibrinogen assay لا لقيت pt هو اللي prolong وال ptt normal ففكر فاكتور سبن فان خلاص يعني ستأكد ازاي ان انا اعمل الفاكتور assay لو الميتنج قفل بعد عشر دقيقة هندخل تانية على نفس اللينك ان شاء الله اه لقيت ptg هو prolong وال pt normal يبقى هفكر في الفاكتور تمانية وتسسا فاعمل فاكتور تمانية وتسع اسays تمام طيب هل حاجة بقى اسمها mixing studies انا عايزة بس حد انا يعني حاولوا تفتحوا الانموت وعايزة حد يقول لي ايه الميكسين studies دي او سمع عنها فين او بتتعامل ازاي لو حد سمع عنها انا كولي ازان صغير مين يقول يعني ايه mixing study عامل لي ايه اه ايمان اقولي ايمان اتفضل اتفضل ايه لو بيشانت البيتي وبيتيتي برولونجت بنحط باللازمة بتاعت بيشانت بتاعت بيشانت نورمل لو صلحت يعني كنترول يعني لو حد طبيعي لو حصل ايه يبقى ايه لو اتصلحت خلاص خلاص لو ما اتصلحت تمام يبقى مش قولي ايمان نفس الكلمة نفس الكلمة تمام يبقى انا بتفرق لي ما بين ووجود لو انا جبت البلازمة بتاعت المريض اللي هو عنده مثلا بيتيتي بيتيتي برولونج بيتيتي برولونج دوه نعم هو هيموفيلي انا مش عارفة هو هيموفيلي ولا عنده انتيبوتس فعملت له ميكسين حطيت جبت بلازمة من شخص طبيعي المفروض الشخص الطبيعي عنده نورمال كواجيليشن فاكتور حطتها عملت ميكسين بيعملوها بعد ساعة وبعني شوه بعد ساعتين حصل نورماليزيشن للبيتيتي قد البيتيتي طلع نورمال اذا العين الاولاني المريض كان عنده دفاكت في الكواجيليشن فاكتور وبالتالي لما ايسبلايدهم بنورمال كواجيليشن فاكتور الدنيا تحسنت لأ ده انا حطيت البلازمة وبرضو حصل ايه مور اكتر يبقى العين اصلا عنده مش فارق معاه الكواجيليشن فاكتور بتاعه او بتاعذيره زي في عينين مشهورين او يعينين الانتي فوسكوليبت اللي عندهم البيتيتي برولونج بسبب الانتي بادلز او يعينين هيموفيليا اللي عندهم انهيبتولز اللي انا باجه اديهم كرايو او اديهم فاكتور ايه ما بتحسنوش بينزيفه برضو عليه فهشوك في وجود انهيبتولز وفي الحالة دي لازم استخدم زي نوفو سيفن او فاكتور تمام الفون فيل براند انجين ده كوانتيتيتيف السيي بشوف الفاكتور قد ايه كميته والفون فيل براند اكتيفتي اللي هي رستو سيتين كوفاكتور اكتيفتي بتشوف الوظيفة بتاعته كواليتيتيف السيي لفن فيل براند فون فيل براند ده اصلا موضوع لوحده ممكن ان شاء الله نبقى نقوله مرة يعني تمام طيب بشوية انبيس كده هنمشي عليها سريعة اول حاجة ان البيتيتي ليس سنستيف ذن البيتيتي ان اساسمنت اوف كومان باثوي كواجلاشن احنا اتفقنا ان البيتيتي اكسترمسيك والبيتيتي انترمسيك يعني البيتيتي غالبا فاكتور سيفن والبيتيتي غالبا هي مفيلة اي وبي والاتنين برولونجت غالبا يا اما انا فيتامين كي ديفيجنسي يا اما دي اي سي لو معايا تي تي كمان برولونجت يا اما افايبرينوجيني يعني يعني ممكن عين كومان باثوي سي فاكتور فايف ديفيجنسي اعملو مفروض الاتنين يبقى برولونج لا ممكن يطلع لي في المعمل بيتيتي بس عشان التست ان فيترو بيخلي البيتيتيتي شوية مش سلسل فممكن يطلع نورمن فيعني حصل عين بيتي برولونج عملت له فاكتور سيفن على طول ومحافظة فاكتور سيفن في البيتي فطلع نورمن كليفل فقمت عملالي الاكتيفتي عشان احنا عارفين انا مقلتش بس هو اي ممكن يبقى او احنا بنقيس الليفل بس فخلي بالكوا ان ممكن الاكتيفتي بقى عملت له الاكتيفتي ازاي دكتور نام اتنين وخمسة وعشرة ازا كان العيان عنده البيتي تي نورمال ايه بس عمليهم عشان القصة وفعلا الولد طلع فاكتور فايف ديفيشنسي والبيتي تي عرفنا انه مكتوب فعلا في الكتاب انه طيب يعني خلينا في فاكتور وا اللي هو فاكتور ثبتين الاخير اللي اتنين معاهم يعني لو قدتلي الام هابقى نحية اللي اتنين دول اكتر ما قلتلي اش خلاص يعني ما اتعور احنا لو اتعورنا جرحة دلوقتي حتى يعني باي مشرة او حاجة كده جرح صغير في صبعه في خلال ساعة هيكون لا العينين دور ممكن في الجرح البسيط ده ممكن يعودوا اسابيع ما يقفلش عندهم مشكلة طيب ودي الحاجة التالتة عن فاكتور 13 حاجة تانية او الرابعة كمان ان هو مشهور بالهيسري of delayed wound healing وي delayed separation of the umbilical stomp او spontaneous intracranial hemorrhage في neonatal period في حاجة كمان مشهورة بالspontaneous intracranial hemorrhage في neonates ايه هي فاكتور ديشيط سيطاني ها فاكتور سيطان صح فاكتور سيطان فاكتور سيطان مشهور جدا بال even fetal intracranial همع طيب بليدن into the skin and mucus membranes كاركتوريستيك ان المشكلة بلاد بيسل و بليت زي ما اتفقنا وممكن تبقى بصورة بيتيكي او ايكيموزوس يبقى سكين وميوكوس ميمبران ان ناحية البليت والبلود بيسل والفوند اكتر من ناحية الكواجلوباتي اعين الهيموفيلي عنده 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 حاجات كتير وممكن عنده بوز وكل حاجة بس اللي عنده سكين وميوكوس ميمبران بس بس وكل بتاعته كده بعيد اوي انه يكون كواجلوباتي فقط يعني طيب بليدنج في المصل والجوين مشهورة بيها الهيموفيلي اه السمطم زي ابستاكسز ابستاكسز دي مشكلة كبيرة اوي هي كتير اوي ناس عندها ابستاكسز وهي ما عنده مشكلة مش كان فيه حاجة من الانف عشر اكتر من تن ملي دم لمدة اكتر من عشر دقايق يعني قاعد ينزف فور تن مينتز مش رادي يرسبوند على يبقى اكيد عنده مشكلة لان مثلا انا في الحر زمان كان بيجي لابستاكسز بس عادي تحط كده قطن من غير حاجة ودوص شوية تقف فالبليدنج اللي برة زاد عن عشرة ملي اكتر من عشر دقايق مش رادي يقف على يبقى غالبا عندي مهم زي ما اتفقنا بيساعدني ان انا افكر ان الحاجة انهرتد ولكن وجود ناجة الفاملي هستري ده نوت اكس كلود اتفقنا مش هنقول لالأم انت كارير عشان جزء ما يطلقهاش اكيد طيب احنا كده ونطقل تاني ولا نخليها يوم تاني ممكن يعني في فضلنا ربعاية كمان اشوف انتوا عايزين ايه انا كلي ازان صغير نعم نكمل كل الناس موافق نكمل نشوف كده نكمل ماشي حد وراء مشوار او حاجة عايز يخرج او بس مش عارف نكمل نكمل كل موافق نكمل خلاص نكمل حتة سريع كده انا قلت حتة كمان منها الصبح النهاردة للنواف هتعدي بسرعة شو الله حاجات لنفس القصة طيب العين بقى اللي بينزف دهيلي امتى يعني هشوفه فين هشوفه في العيادة هشوفه في هشوفه بيقول لي فيها ايه فيها او انا قعدة في الاستقبال فجايلي بينزف دلوقتي طيب ايه اللي هامشي بيها اول قطوة هشوفها ان اللي عند العين ده باثولوجيكال ولا مش باثولوجيكال هو فيه مش باثولوجيكال اه ما احنا نستقلين البسيط ده ممكن بقى ايه الحاجات بقى لها هتقول لي ان البليدنج ده باثولوجيكال والله انها بتاع العين بدأ صغير سنه صغير او بيحصل لواحده من غير تروما موقعات كده بينزف او فيه حاجات في اللي قلناها قبل كده ولد مثلا او خد التطعيمات خد حقن عضل في فكل الحاجات دي هتقول لي انه عنده بينزف وعنده مش هينفع ابدا يكون العين ذات طبيعي او ب vaccination ب pronunciation الوحظة